السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله الطاعات وهذا لقاء جديد مع برنامج حكاية وحكايتنا وكما قلنا حكايتنا كلها من أرض الواقع وكلها حديثة جرت وقائعها وبعض أبطالها موجودون الحمد لله وحكاية هذا اليوم حقيقة كنا نسمع منذ الطفولة وفي القصاص وفي كل مجال وفي كتب التعريخ أنه قوافل التي تذهب إلى الحج تذهب على شكل قوافل وتستغرق وقتا طويلا وأشهر وبعضها قد يكون سنين وحتى يصلوا إلى الديارة المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكنا نتابع وهي حقيقة طبعا لأنه وسائل النقل في ذلك الوقت كانت هذه ولكن اليوم سنحكي عن قصة استغرقت رحلة الحج إلى مكة والمدينة إلى المملكة العربية السعودية أربع سنوات نعم أربع سنوات قد تستغربون كيف أربع سنوات مع وجود هذه الطائرات النفاثة ووسائل النقل وبطل قصتنا شاب مغربي من أهل المغرب الكرام أحياهم الله وحفظ الله كل بلادنا جميعا فهذا الشاب المغربي اسمه ياسين غلام ياسين حقيقة عمره تقريبا يعني في الثلاثين يار ثلاثة وثلاثين خمسة وثلاثين عام ياسين أحب أن يؤدي في ريضة الحج وأسوتا بكثيرين يعني من ما لا يملكون الإمكانية المالية لكي يذهب والمغرب تعرفون هي في أقصى الوطن العربي والسعودية في أقصى الآخر من جهة الخليج العربي ولكن الحقيقة العزيمة والإصرار والهدف حينما يضعه المرء أمام عينه يجعله يذلل الصعاب ويتوكل على الله ويستمر وفعلا ياسين حزم حقيبة بسيطة وبدأ مشيا مشيا على الأخدام من بلاده بدأ يخرج وبدأ يسير في تلك الدول التي مر عليها ياسين استغرقت رحلته أربع سنوات منذ عام الف وتسعمية أفهم منذ عام الفين وسبعة عشر وحتى يومنا هذا استطاع أن يتجاوز 22 دولة يعني مر بـ 22 دولة طبعا هو بعد ما خرج ماشيا استطاع أن يشتري دراجة فهو دراجته ماشيا دراجة إلى أن استطاع أن يشتاز حدود 22 دولة إلى أن أكرمه الله تعالى وطبعا بعد سلسلة من يعني أكيد مر بمواسم متعددة ومر بأمطار وبرد وحر وكذا أكرم الله سبحانه وتعالى ياسين بالوصول إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية حماها الله وحمى كل بلادنا فحينما وصل ياسين طبعا كانت جائحة كورونا قد يعني دخلت وعمت البلاد ولذلك قررت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية بمن الحج للعام الماضي عام 2020 فتوقف الحج ولم يستطع ياسين وملايين من البشر لم يستطيعوا الذهاب إلى تلك الديار الطاحرة أو إداء فريط الحج طبعا بالمناسبة فريط الحج تعرفون يعني ملايين من البشر يذهبون سنويا في موسم الحج فالمهم ياسين اسقط في يديه ماذا يعمل ولكنه يعني مصر على هدفه فبقي في المملكة العربية السعودية واشترى له خيمة صغيرة من هذه الخيام التي يعسكرون فيها في الغابات وفي المناطق الصحراوية وكذا خيمة صغيرة بسيطة جدا ووضع فيها أغراضة وكذا حتى ينام فيها لكن أخواني يعني الصدق مع الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وبنفس الوقت يعني العزيمة والإصرار وجعل قصة ياسين معروفة فالله سبحانه وتعالى أكرمه بأخوة من أهل السعودية الكرام يعني من أهل القصيم حياهم الله كذلك ومن كل بلاد السعودية ذهبوا إلى الأخياسين والتقوا فيه والحقيقة لما التقوا فيه وبدأ يحكي قصته بكيف أنه أربع سنوات ماشيا على الأقدام وبالدراجة حتى يصل إلى المملكة السعودية كي يؤدي فريطة الحج وفعلا هؤلاء الأخوة من أهل القصيم الكرام يعني الله يجزيهم بالخير وجدوه في أبهى وأبهى في منطقة في جنوب السعودية وكان موجود وطلعوا على وضعه وفي هذه الأثناء كان هؤلاء الشباب يعني يعملون بث مباشر لهذه الأمر اتصل بهم أحد الأخوة الكرام من الله مكنه وقال لهم أنا يعني متبرع للأخياسين أن يسكم في كارفان كارفان مجهز فيه مطبخ وفيه غرفة نوم وفيه حمامات ويعني أفضل ما يبقى في هذه الخيمة وسط الأمطار ووسط الوضعية هذه اللي كان فيها وفعلا استحبوا ياسين معهم وكان يعني معه حقيبته والدراجة حقيبته تزن تقريبا يعني 25-26 كيلو فلأنه وضع كل حاجيات أكيد فيها فالمهم ذهبوا والله سبحانه وتعالى أكرمه التقى بالأخ الفاضل الذي تبرع له في الكارفان وهم يعني سعداء أنهم بالعكس يعني كل ما شكرهم كل ما قال له أنت ضيف أنت جزاك الله خير اللي قطعت أربع سنوات من العمر ومن التضحيات ومن المشوار حتى يصل إلى الديار المقدسة ولم يكتفي الأمر بذلك شوفوا الكرم الله سبحانه وتعالى أنه في جلسة مع مجموعة من الشباب هناك في السعودية تبرعوا من تبرعه لكي يعني حج الأخ ياسين كله على نفقته يعني يقصدون طبعا إقامته في البلد وعودته إلى المغرب عشان لا يرجع يعني أيضا بالدراجة فأكرموه غاية الإكرام أنه حجك كله هنا تحمله وفعلا تحمله هذا الحج كذلك بالنسبة لتبرع أحد الأخوة بأن يتبرع للأخ ياسين أنه والدته ووالده يأتون من المغرب أيضا على نفقة هذا الرجل المحسن لكي يؤدوا فريضة الحج وكانت فرحة كبيرة ويعني ياسين لم يتمالك نفسه وبكي وكذا ثم اتصل بأمه لكي يخبرها بهذه البشرى إنه هناك من تبرع لكي في أن تحجي بيت الله طبعا كما نقول السيدة ملأها الفرح الحاج الكريم إن شاء الله وفرحت وتهلهل وتزغرت كما يقولون وهي سعيدة بتحقيق أمنية كبيرة لكل المسلم حقيقي يتمنى أن يذهب إلى الديارة المقدسة وسبحان الله أيضا تبرع أحد الأخوة قال وحتى أخوك سيحضر معك يا ياسين يحضر مع أمك وأبيك فشوف سبحان الله يعني هو ذهب يا أخواني ماشيا على قدمه وفي الدراجة وبإمكانيات تكاد يعني صفر تكون معدومة سواء لكي يقوت يومه طيب وشوف الله سبحانه وتعالى أكرمه يعني انظر لهذا الكرم أخي ونحن نعيش هذه الأجواء العظيمة إنه كيف الله يسخر له ويسر له بعدما كل هذه العقبات ولم يكن طريقه مفروشا بالورد تصور أربع سنوات في العراء وفي كل هذه الظروف الجوية ويصل وحينما وصل قالوا تفضل سكرت الحدود سكرت السعودية لن تسمح لك السلطات بأن تؤدي مناسك الحج ومع ذلك بقى لديه حب وأمل وعزيمة وإصرار ويعني كل عوامل التقوى أنه أنا جاي لهدف عظيم ونبيل وكريم سأبقى لكي أحقق هذا الهدف وفعلا الله سبحانه وتعالى أكرم إنه سوف يحج هو وأمه وأبيه وكذلك أخيه فسبحان الله لذلك حقيقة يعني قصة ياسين أيضا من العبر الجميلة التي فيها وضبعا الحمد لله أحيان يرزق والآن معزز مكرم لدى الأخوة السعوديون أجزاهم الله خير فقصة فيها أبرى إخواني إنه حينما تضع هدفا نبيلا عظيما أمامه ونصب عينيك تسعى لتحقيقه يعني هو كان ممكن يبقى يدعو يا رب أذهب إلى الحج نعم الدعاء طيب والدعاء مخ العبادة والدعاء هو الأصل لكن السعي السعي يا أخي اسعى وراء هدفك النبيل الطاهر الشريف اسعى وراه سيتحقق بإذن الله تعالى أنه نبقى يعني مجرد بالأمان لا لا هذه لن يستقيم الحال الأمر يحتاج سعي وإدراك وعمل ولذلك يعني سبحان الله فاتني أن أقول أنه أثناء وجوده في مكة ذهب أثناء وجوده في نعم في مكة ذهب من مكة إلى المدينة ماشيا على قدبيه ماشيا على قدبيه يعني اقتداءا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب أنه يقلد المسيرة ويقلد هذا الأمر اللي كان موجود في ذلك الزمن كيف الناس كانت تمشي من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة ومن كل الأرجاء ومن كل الأمصار لذلك يا أخواني الكرام يعني قصة ياسين حقيقة مفرحة وتدمع العين عليها حقيقة يعني قصة جميلة رائعة لشاب وضع نصب عينه هدف راقي وجميل وكي يصل إلى الديار المقدسة وإلى الديار الطاهرة نسأل الله تبارك وتعالى أن نرى جميعا تلك الديار وأن نحظى بحج بيته الكريم وكذلك في السلام على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ورمضان مبارك على الجميع وحتى نلتقي إن شاء الله في حكاية جديدة حكاية حقيقية واقعية موجودة على أرض الواقع نراكم على الخير بإذن الله تعالى وربنا يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة